زي ما قلت لحضراتكم وأنا بتكلم مع زملائنا في نشرة التاسعة حقيقي العنوين الرئيسية للأخبار دائما أصبحت عنوين اقتصادية يعني زمان كان يبقى عندك النشرة فيها أخبار سياسية كثيرة متنوعة وتأتي النشرة الاقتصادية الحال تغير مش بس في العالم كله الخبر الاقتصادي سواء في عنوين الصحف العالمية أو في الأخبار هو الخبر الاقتصادي وحال الاقتصاد في كل دولة على حدة حتى نصل لكلمة الانفراج أتمنى العام المقبل يكون في بعض الانفراجات اللي ممكن بجد تكون فيها تحسين للأوضاع الاقتصادية كل دولة في العالم بتحاول قد ما تقدر أن هي تكون جنب مواطنيها وجنب الدولة وجنب أيضا اقتصادها الكبير اليوم مثلا حنتكلم مع حضراتكم وخليني أقولكم عندي إيه النهاردة في التاسعة النهاردة هنتكلم مع كل مشاهدينا وخاصة متابعي تكافل وكرامة من خلال وزارة التضامن وتوجهات للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بأنه إن شاء الله هيكون فيه مستفدين جدد فوق المليون وأكثر من خمسة مليون هيكون فيه أيضا استفادة من الدعم النقدي الشهري اللي هيبقى موجود وحقول لحضراتكم في الخبر إزاي ده حيتم من خلال سواء الماكينات وكرت ميزة هيكون عندي كمان عدد من الأخبار هنتكلم عن البورسة الأمريكية بالأمس الأربعاء الدامي الأربعاء الدامي هو العنوان الرئيسي للانخفاض والمشاكل اللي حصلت في البورسة الأمريكية في وول ستريت هنتكلم عنها أيضا في خبر وحتوقف معكم حيث الأخبار الفنية مع مطربنا الكبير محمد ثروت اللي بيعود بعد نقاها وبعد تحسن صحيته وبيعود بعمل كل غنى بيقول لك لمين الغنى هنعرف لمين الغنى وحنسأله وفقرتنا الأخيرة اليوم في التاسعة هتكون فقرة فنية أدعوكم أن تكونوا فيها مجموعة من الأغاني مع العائد مجد القاسم اللي بيعود من جديد بعد الاختفاء بعض الشيء بيعود طبعا هو ظهر وتقلق فيه التسعينات ولكن هنعرف ما سبب العودة وطرح يعود في ظل السوشيال ميديا وفي ظل الانفتاح الأكثر للسوشيال ميديا المتنوعة مع الغنى هيكون وضعها أي